موسيقى موسيقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان حديثنا في نفي الجبر ونفي التفويض وإثبات الأمر بين الأمرين وصلنا إلى الحديث التاسع من باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين في هذا الحديث مجموعة من أصحاب الإمام الباقر والإمام الصادق ينقلون عنهما عليهم الصلاة والسلام هذا الحديث وهو نافي الجابر ونافي التفويض وإثبات المنزلة بين المنزلتين وكما ذكرنا فيما مضى فإن كثيرا من المسلمين بسبب الإبتعاد عن الثقل الأصغر وهو القرآن الكريم وهم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لأن الثقل الأكبر هو القرآن والثقل الأصغر هم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بسبب الإبتعاد عنهم ظلوا لأن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين المعروف يقول ما إن تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي أبدا فكثير من المسلمين تركوا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فلذلك ظلوا وهذا الظلال كان في مختلف المسائل ومن جملته المسائل العقدية ومن جملته في تفسير القرآن خلطوا بين المحكم والمتشابه وفسروا أحيانا بآرائهم فظلوا وأضلوا هناك آيات من القرآن تدل على اختيار الإنسان وآيات تدل على أنه لا يقع شيء في الكون إلا بمشيئة من الله سبحانه وتعالى فالمفوضة استدلوا بالآيات التي تدل على اختيار الإنسان الإنسان مختار فالله فوض إليه المجبرة استدلوا بالآيات التي تدل على أنه لا يقع شيء في الأرض ولا في السماء إلا بمشيئة من الله سبحانه وتعالى فلذلك قالوا بالجبر والصحيح هو أن كل الآيتين أو كل الصنفين من الآيات المباركات تدل على حقيقة تلك الحقيقة هي أن أفعال الإنسان يشملها القضاء والقدر من غير جبر فهناك مشيئة من الله لكن أنت لست بمجبور فهناك منزلة بين المنزلتين لا جبر ولا تفويض في هذا الحديث الإمام يبين أن الأمر بين الأمرين والمنزلة بين المنزلتين له مصاديق ولها مصاديق كثيرة جدا لتوضيح كلام الإمام عليه الصلاة والسلام لنفرض أن شخص كبل بالحديد صفده بالحديد قيده من داره إلى دار أخرى مثلا ألف خطوة جعلوا يسحبونه من هذه الدار إلى تلك الدار إذا كل الخطوات كانت بالجبر فألقوه في الدار الثاني نسأل أنت لماذا في الدار الثانية يقول مجبور إذا تركوه فتحوا من الأول في الدار الأولى فتحوا الأصفات فكوا قيوده قال لولا أنت اذهب إلى حيث شئت فهذا خطأ هذه الخطوات الألف إلى الدار الثانية هذا باختيارة ولم يكن هناك شيء من هذه الخطوات بإرادة من أولئك الذين كانوا قد قيدوه طارة الذين قيدوه يسحبوا نصف الطريق خمسمائة خطوة سحبا بالإجبار ثم يفكون عنه القيد يقولون اذهب حيث شئت فإذا هو كمل المسير إلى أن وصل إلى الدار الثانية عندما يدخل إلى الدار الثانية هل باختياره دخل أم لا نعم باختياره دخل تقولون أن خمسمائة خطوة من الخطوات لم يكن باختياره نقول أن خطوة واحدة إذا كانت باختياره من هذه الخطوات الألف هذا راح يكون مختار يعني مثلا قيدوه سحبو تسعمائة وتسعة وتسعين خطوة في الخطوة الأخيرة ما جبره فتحوا القيود قالوا له إن شئت فادخل الدار وإن شئت فانصرف زين هذا الخطوة الأخيرة كانت باختياره شال الخطوة الأخيرة وضعها في الدار هل دخوله في الدار باختياره أم لا نعم باختياره مع أنه تسعمائة وتسعة وتسعين خطوة من ألف خطوة لم تكن باختياره لكن ما دام خطوة واحدة كانت باختياره فالعمل يصير اختياري زين هس هذا المثال إذا هذا الشخص المكبل خطوة واحدة بالإجبار تسعمائة وتسعة وتسعين خطوة بالاختيار هنا جبر كلا هنا تفويض مطلق كلا لأن الخطوة الأولى كانت بالإجبار زين إذا خطوتين بالإجبار وتسعمائة وتسعين خطوة بالاختيار هنا دخوله في الدار الثانية جابركان لا كل المقدمات كانت اختيارية بالتفويض لا إذا ثلاث خطوات كانت بالإجبار أربع خطوات خمس خطوات كلما الخطوات تكون بالإجبار من ذاك الصوب خطوات أخرى تكون بالاختيار كل هذا لا تفويض مطلق ولا جابر مطلق بين العمرين مقدمة واحدة بالإجبار تسعمائة وتسع وتسعين مقدمة بالاختيار مقدمتان بالإجبار تسعمائة وثمانية وتسعين خطوة ومقدمة بالاختيار خمسمائة خطوة بالإجبار خمسمائة خطوة بالاختيار وهكذا أنت أصعد منا وأنزل مناك إذا هذا المثال اتضح نأتي إلى هذا الحديث الشريف إحنا أفعالنا قسم من مقدمات هذه الأفعال لم تكن باختيارنا آصل وجودنا كان باختيارنا له قدرتنا نحن نتمكن من أن نفعل أن نصنع باختيارنا له وهي القدرة الله أعطانا إياها عدم وجود الموانع في كثير من الأحيان مو باختيارنا لكن يبقى أنه بعض المقدمات باختيارنا فالعمل يصير باختيارنا زين هسا كم مقدمة باختيارنا كم مقدمة مو باختيارنا بتقدير من الله تقدير حتم هذا يختلف حسب الأفعال وحسب الأشخاص وحسب الأزمان وحسب الأماكن يمكن أكثر الخطوات بدون اختيارك وبعض الخطوات القليلة باختيارك فالعمل يكون اختياريا يمكن أكثر الخطوات بدون أكثر الخطوات باختيارك وبعض الخطوات بغير اختيارك فالعمل يكون بالاختيار أيضا لنفرض مثلا ألف شخص مكبلين في الدار الأولى في المثال الشخص الأول خطوة واحدة أجبره 999 خطوة باختياره الشخص الثاني أجبره خطوتيان الشخص الثالث أجبره ثلاث خطوات وهكذا أصعد الشخص المثلا ما قبل الأخير أجبره 999 خطوة لكن كان الخطوة الأخيرة باختياره هؤلاء كلهم التسعمية وتسعة وتسعين واحد عملهم كان دخولهم الدار بالجبر لا هل تفويض مطلق يعني بدون جبر في أي شيء لقول لا بعض الخطوات كانت إجبارية الخطوة الأولى في الشخص الأول كانت إجبارية في الشخص ما قبل الأخير 999 خطوة إجبارية لكن دخولهما في الدار باختيارهما كان لأنه لا فرق في كون العمل اختياريا أن تكون مقدمة واحدة اختيارية أو تكون أكثر المقدمات اختيارية كما ينفي التفويض أن تكون مقدمة واحدة بالجابر أو أكثر المقدمات بالجابر فلذا في هذا الحديث الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما الصلاة والسلام ماذا يقولان إن الله أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها أنت مجبور مثل ما يقول المجبرة والسلفين أفعال الإنسان كلها مجبور فيها لأن مشيئة الله تعلقت بالأفعال ومشيئة الله لا تتخلف نقول فإذن الله لازم لا يعذب لأن أنت تجبر أحدا بحيث لا قدرة له في الامتناع ثم تعذبه على ذلك هذا الظلم أن الله أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها يجب أن تفويض مطلق يعني لا شأن لله سبحانه وتعالى في أفعال العباد والله أعز من أن يريد أمرا فلا يكون الله يريد أمر وذاك الأمر لا يتحقق هذا صفة العاجز والله سبحانه وتعالى منزه عن العجز فإذن لا جبر ولا تفويض احنا ذكرنا في بعض الحلقات الماضية هذا الأمر لكن نكرره الآن أيضا بشكل مختصر لعل بعض المشاهدين لم يشاهد تلك الحلقات السابقة الله سبحانه وتعالى شاء في أفعالنا ولكن متعلق المشيئة شنو هو متعلق المشيئة أن أكون مجبورا أو متعلق المشيئة أن أكون مختارا لا جبر ولا تفويض يقول أن متعلق المشيئة أن تكون مختارا أن الله شاء أن يكون عبيده مختارين فتحقق ما شاء الله سبحانه وتعالى لم يكن في هذا الكون شيء لا يريده الله سبحانه وتعالى بالإرادة التكوينية أو التشريعية كل ما أراده بالإرادة التكوينية أو التشريعية تحقق بس المراد شنو هو هذا اللي والعياذ بالله مثلا يقتل الإنسان ظلما هل هذا القاتل من فعل الله سبحانه وتعالى؟ لا من فعل هذا العبد لكن لا شأن لله سبحانه وتعالى في ذلك نقول نعم لله شأن لأن الله سبحانه وتعالى هذا القاتل خلقه وأعطاه القدرة ولم يجعل مانعا فإذا تحقق القاتل من الذي قبض روح المقتول؟ الله سبحانه وتعالى لكن القاتل كان مجفور على القاتل؟ كلا هل تحقق ما لم يرده الله سبحانه وتعالى؟ كلا وإنما الشيء الذي أراده الله أن يكون هذا القاتل مختارا وأن لا يكون هناك مانع يعني خلق الإنسان مثلا بطريقة أن هذه الأجسام الحادة مثلا كالطلقة والحديد والسيف وما إلى ذلك يؤثر فيه فإذن شاء الله لكن لم يكن متعلق المشيئة الجبر وإنما شاء ومتعلق المشيئة هو اختيار الإنسان إذن فالله سبحانه وتعالى أعز من أن يريد أمرا فلا يكون زين فصار أمر بين الأمرين زين الأمر بين الأمرين كم من المقدمات باختيار الإنسان وكم من المقدمات ليست باختيار الإنسان فسئل هل بين الجبر والقدر منزل الثالثة؟ قال نعم أوسع مما بين السماء والأرض هذه كناية عن كثرة الاحتمالات لأنه المقدمات لعمل واحد قد تكون كثيرة عمل واحد قد يكون تحققه يحتاج إلى ألف مقدمة عشرة آلاف مقدمة مليون مقدمة كثير من هذه المقدمات ليست باختيار الإنسان وبعضها باختيار الإنسان زين كم وحدة منها باختيارها؟ كم وحدة مو باختيارها؟ تختلف حسب القضايا المختلفة الآن واحد يريد يقتل مثلا والعياذ بالله السلاح متوفر عنده والمقتول موجود بمقدمة واحدة يقتله واحد يريد يقتل الإنسان في طرف آخر من الكرة الأرضية إلى أن يوصل إلى ذاك وإلى أن يرميه مثلا يحتاج إلى ألف مقدمة هذا الإنسان الأول المقدمة الاختيارية عنده كانت مقدمة أو مقدمتان الإنسان الثاني المقدمة الاختيارية عنده آلاف المقدمات مثلا هذا يختلف حسب الأفعال لكن ما دام بعض المقدمات ليست باختيار الإنسان وبعض المقدمات باختيار الإنسان فصار أمر بين الأمرين لا جبر ولا تفويض كذلك الحديث العاشر يشير إلى هذه الحقيقة عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال لا جبر ولا قدر يعني تفويض ولكن منزل بينهما فيها الحق التي بينهما لا يعلمها إلا العالم أو من علمها إياها العالم زين كم مقدمة أنت الآن تشير قلاس ماء مثلا كأس ماء وتشربه كم مقدمة من المقدمات لهذا الفعل آلاف يمكن ملايين المقدمات الله سبحانه وتعالى خلق الماء ثم خلق الشامس هذه الشامس تشرق على المحيط على البحر الماء يتبخر رياح تأتي وتسحب الغيوم ثم ينزل المطر هذا المطر ينفذ في الأرض ثم بعد ذلك تحفر هذه الأرض ويستخرج هذا الماء إلى أن يصل إلى الحنفية في بيتك وتفتح الحنفية وفي كأس من الماء هذا الكأس من الماء يصل بيدك إلى أن وصل بيدك هذه المقدمات الكثيرة ملايين ملايين المقدمات أحيانا زينا هذه المقدمات من ومن عندنا يعلمها الله سبحانه وتعالى هو العالم بكل شيء والله إذا شاء أن يفيض علما لمخلوق من المخلوقات هل هو عاجز؟ ليس بعاجز ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إذا الله سبحانه وتعالى شاء أن يعلم آدم الأسماء كلها وعلم آدم الأسماء كلها زينا هذه الأسماء شنو هي؟ البعض يقولون أنها العلوم المختلفة الأشياء المختلفة في حديث الإمام الصادق كان جالس على بساط قال وهذا منها هذا البساط الذي أنا جالس عليه الله سبحانه وتعالى أخبر به آدم عليه السلام زينا إذا الله يريد أن يعطي علم ما كان وما يكون وما هو كائن لمخلوق هل عاجز؟ كلا مو عاجز زينا هل أعطى الله سبحانه وتعالى هذا العلم لمخلوق من مخلوقاته؟ نحتاج إلى دليل الدليل من القرآن أو من الروايات المعتبرة يدل على أن الله سبحانه وتعالى أعطى علما لمخلوق من مخلوقاته يعني مثلا إحنا عندنا في الروايات المتواترة أن الله سبحانه وتعالى أخبر رسوله صلى الله عليه وآله بجميع التشريعات ما كن مسألة الرسول لا يعرف حكمها الله علمه جميع التشريعات بالنسبة إلى التكوينيات الله سبحانه وتعالى أخبر رسوله صلى الله عليه وآله بما كان وما يكون وما هو كائن يعني ماذا حدث قبل زمان الرسول من بدء الخلق إلى ذلك اليوم الله علمه الرسول صلى الله عليه وآله ما يحدث في تلك اللحظة الله علمه ما سيحدث الله سبحانه وتعالى علمه هذا غلو في الرسول كلا لأن الغلو معناه أن تثبت منزلة الخالق للمخلوق هذا هو الغلو وأحيانا من مصادق الغلو أن تثبت فضيلة بدون دليل معتبر شرعي إذا إحنا قلنا إن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعلم رسوله هذه العلوم فهذا إثبات لقدرة الله هذا عين التوحيد الله سبحانه وتعالى قادر إثبات لقدرة الله زيان هل الله سبحانه وتعالى علم رسوله ذلك الروايات المعتبرة المتواترة تدل نعم حتى العامة أبناء العامة في كتبهم رووا ذلك إحنا شنو نقول أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام نقول إن الله علم رسوله ما كان وما يكون وما هو كائن والرسول علم أمير المؤمنين ومنه انتقلت هذه العلوم إلى الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إلي نقول إن الله مباشرة بالواحي وبواسطة الرسول بالنسبة للأئمة عليهم الصلاة والسلام علم أشخاص معدودين هم الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة الاثني عشر علمهم ما كان وما يكون وما هو كائن لكن تجي إلى روايات غير الشيعة في كتاب البخاري يروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله صعد المنبر من بعد صلاة الصبوح إلى وقت صلاة العشاء ولم ينزل من المنبر إلا في أوقات الصلوات وحدث أصحابه حدثهم بما كان وما يكون وما هو كائن إذا نقول إن الرسول أخبر مجموعة قليلة هم الأئمة عليهم الصلاة والسلام مباشرة لأمير المؤمنين وبواسطة أمير المؤمنين إلى الأئمة اللاحقين ومن كل إمام سابق إلى إمام لاحق هؤلاء يقولون إنه علمها هذه العلوم ما كان وما يكون وما هو كان للصحابة الذين كانوا في المسجد في ذلك اليوم هل سكم واحد كانوا عشرات مئات ما أدري فإذن هذا ليس من الغلو في شيء لأنك تثبت أمرا لله سبحانه وتعالى فيه القدرة وقد ثبت ذلك بالأدلة الصحيحة يعني مثلا أنت عندما تأتي وتقول إن عيسى عليه الصلاة والسلام بإذن الله كان يحيي الموت كان يبرئ الأكمه كان يبرئ الأكمه والأبرص وكان ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم وهكذا هل هذا غلوفي عيسى؟ يعني إذا واحد أجل قال المسلمين غلاط لماذا؟ لأنهم أثبتوا هذه الأمور لعيسى عليه السلام وعلى نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام نقول هذا الذي يثبته القرآن لعيسى يقول بإذن الله هذا عين التوحيد عيسى يحيي الموتى بإذن الله يعني الله قادر على أن يعطي هذه القدرة إلى عيسى عيسى عليه الصلاة والسلام يتمكن من أن يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله الله قادر على ذلك أن يعطي هذه القدرة لعيسى هذا إثبات لقدرة الله عز وجل ولا نقول إن عيسى من نفسه لا نقول إن عيسى أرفع من الدرجة التي أعطاها الله إياه سبحانه وتعالى النصارى غلوا في عيسى لماذا؟ لأنهم قالوا إنه ابن الله وبعض النصارى قالوا هو الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم هؤلاء بعض النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وهذا آخرون من النصارى لماذا؟ لأنه رفعوا عيسى أكثر من المرتبة التي أعطاها الله إياه أو صلوه إلى درجة البنوة أو قالوا إنه هو الله وهذا غلو وتعالى الله عما يشركون لكن إثبات المعاجز لعيسى بالدليل القطعي ثبت وهو القرآن الكريم وكذلك المعاجز لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله أنت تقول إن رسول الله بذاته لا علم له ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير لأن الذي يعلم الغيب بالذات هو الرب سبحانه وتعالى أما تقول إن الله سبحانه وتعالى الرسول بذاته لا يعلم الله أفاض عليه العلم جميع علم ما كان وما يكون ما هو كائن لا إشكال في ذلك إن الرسول بذاته لا يعلم التشريعات الله علمه إن الرسول بذاته لم يكن موجودا لأن الموجود القديم الواجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى الرسول بذاته لم يكن موجودا الله أوجده تثبت قدرة لله سبحانه وتعالى ولهذا ليس غلوا في الرسول صلى الله عليه وآله إذا ذكرت أن الله خلق الرسول من نور عظمته وأنه استفاه وأنه خلقه من طينة عليين خلق جسمه يعني من طينة عليين وخلق روحه من نور عظمته كما دلت عليه الأحاديث المعتبرى الصحيحة وأنه علمه الغيب وأنه عصمه هو الرسول بذاته لم يكن يعلم الغيب ذكرنا الآية ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير لكن الله علمه ذلك الغيب وعصمه من الزلل وبرأه من النقائص فلا غلو في ذلك بل هو عين التوحيد وإذا أثبت هذه المنزلة لأوصياء الرسول صلى الله عليه وآله لقيام الدليل القطعي على ذلك عندما الرسول يقول علي مع القرآن والقرآن مع لي وإنهما لن يفترقه هذا معنى عصمة علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام لأنه إذا أخطأ فقد افترق عن القرآن لأن القرآن لا خطأ فيه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه زين فإذا علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام لم يفترق عن القرآن لم يفترق عن الحق فمعنى ذلك أنه معصوم فإذا أهل البيت لا يفترقون عن القرآن فمعنى ذلك عصمتهم عليهم الصلاة والسلام لأن الذي أخطأ في خطائه افترق عن القرآن الذي أذنب في ذنبه افترق عن القرآن فلذا الإمام عليه الصلاة والسلام يبين أن هذه المنزلة علمها الأمر بين الأمرين كم مقدمة اختيارية في الأفعال وكم مقدمة غير اختيارية هذه لا نعلمها إلا لا يعلمها إلا العالم أو الذي علمه العالم أنت تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وتسأله فإذا أجابك أنت تعلمت من عالم الرسول صلى الله عليه وآله الله أخبره تعلم من عالم أخبر ببعض الأمور المغيبة فواحد ذكر له أنت تعلم الغيب أمير المؤمنين قال هذا تعلم تعلم من ذي علم هذا مو علم الغيب بالذات وإنما تعلم من ذي علم يعني تعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم وعليون بابها علمني رسول الله صلى الله عليه وآله ألف باب من العلم يفتح من كل باب ألف باب وكذلك الرسول تعلم من ذي علم أي تعلم من الله سبحانه وتعالى بالوحي الذي أنزله عليه لذا الإمام يقول لا يعلمها هذه المنازل بين الجابر والقدر كم مقدمة اختيارية كم مقدمة غير اختيارية لا يعلمها إلا العالم المعصوم الذي علمه الله مباشرة بالوحي أو بواسطة الرسول صلى الله عليه وآله أو من علمها إياه العالم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتعلم علومهم عليهم الصلاة والسلام هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر